موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين في إطلال متجددة لبرنامجكم من عمان هذه المساحة المسائية من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة نطه فيها أرويقة الوطن لنستعرض لكم ثراء وتنوع وجمال هذا الحراك الوطني في شط القطاعات والأصعدة من خلال استعراض أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات على الساحة الوطنية إذن مشاهدين أمسية الثلاثاء أيضا زاخرة بالعديد للمتابعات والمحطات نتمنى أن تأتي هذه المتابعات على ذائقتكم الطيبة إذن مشاهدين أولى متابعاتنا لهذه الليلة دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في غرس الثقافة الرقابية لدى المجتمع سنقترب أكثر من الرقابة الذاتية والمجتمعية كيف من الممكن أن نقلق جيل صحي قادر على التنمية وقادر على البناء من خلال ثقافة ذاتية تغرس في كل فرد منا في عمان أيضا مشاهدين سنفرد مساحة للحديث عن مؤتمر عمان للطاقة والمياه بنسخته الثالثة الذي افتتح اليوم في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 150 شركة محلية ودولية وبوجود 400 مشارك مشاهدين مجموعة من المحاور مجموعة من أوراق العمل طرحت هناك في هذا المؤتمر منها الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المياه والطاقة أيضا مشاهدين من ضمن محطاتنا لحلقة الليلة سنقترب من معمل الإتلاف الآمن للوثائق الذي دشنا بالأمس يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية التقنية المستخدمة في التخلص وإتلاف الوثائق سنقترب أكثر بإذن الله من هذا المعمل في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان بالإضافة إلى ذلك مشاهدين سنستعرض لكم باقة منوعة من التقارير نستعرض ونعكس أيضا من قلالها جهود متوالية لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة تحية لكم مشاهدين تحية لكم حتى العاشرة بإذن الله تبقون معنا بلحظات ممتعة حتى العاشرة تابعونا بين زوايا هذا المعرض الذي حمل عنوان بنات عمان للشركات الطلابية كان الطموح يحلق في نخوس هؤلاء الطلبة الذين استعرضوا منتجاتهم التجارية لمشاريعهم وشركاتهم الطلابية تاتي الشركات الدعمة لمثل هذه المعارض وهذه الشركات بدور كبير جدا من حيث التحفيز والتعزيز سواء لهذه الشركات ولهؤلاء الطلبة والطالبات أو حتى لغيرهم من الطلبة والطالبات الذين يرون مثل هذا التكريم حافزا لإبداع آخر لأفكار أخرى ربما التسويق هذا يتعدى القانب المرسي إلى القانب المحلي إلى القانب ربما حتى خارق السلطنة المعرض ثري بالشركات الطلابية التي عرضت منتجاتها التجارية والجميل في هذا المعرض هو تنوع الأفكار والابتكارات التي تسهم في رفض الأسواق مستقبلا هدف هذا المعرض هو نشر ثقافة ريالة الأعمال وخاصة الحين المجتمع العماني يتوقه إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه فرصة كبيرة حلوة طلب على الأساس أنهم يبدوا يأسسوا هذه المشاريع ونفس الشيء اللي هو العمل كيف يديروا هذا العمل كيف يحسبوا فيها الأرباح وحلو يعني هو بما أنه طالب يعني ما ينتظر للوظيفة وينتظر فيها الراتب بالعكس هو يبدأ يشتغل ويدرس ويكون المصدر دخل بالنسبة له فهذه يعني وحدها بالنسبة للطالب فخر وتعزز عنده ثقة بالنفس تشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم وإكسابهم مهارات التعامل مع الزبائن وتحقيق الأرباح من أهم أهداف هذا المعرض الذي يسهم في استمرارية مشاريع الشركات الطلابية المشاركة وزيادة وعي الطلبة بريادة الأعمال أهداف شركتنا بأن نرتقي بمنتقاتنا إلى مستوى القودة من خلال إضافة بعض المسات الفنية حسب الطلب وأيضا بعض الحلويات أيضا نتعرف على كيفية التسويق للمنتج ونتبادل خبرات فيما بيننا عن كيفية تنسيق الزهور ونتعرف يعني نخدم المجتمع المجتمع المدرسي والمجتمع خارق المدرسة يمارس الطلبة في هذه الشركات الطلابية دور ريادة الأعمال ويتيح لهم فرصة قياس قدراتهم الفعلية والعملية لخوض مثل هذه التجارب الناجحة إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار والخبرات فيما بينهم وتبقى مثل هذه المعارض دافعا في نفوس الطلبة ليكونوا قادرين على الريادة الأعمال والإنتاج في المستقبل أحمد بن محمد المعمري من مركز الاستكشاف العلمي بولاية إبرا محافظة شمال الشرقية تحية لكم مشاهدينا من جديد تحية لكل من ينظم إلى متابعتنا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان كما ذكرت مشاهدينا في بداية الحلقة أولى مواضيعنا بإذن الله تعزيز وغرس الثقافة الرقابية للمجتمع ما أهمية وجود هذه الثقافة الرقابية الذاتية بالتحديث في أفراد المجتمع تفاصيل مشاهدينا هذا الحديث برفقة ضيفي في الأستوديو ونرحب باسمكم بالأستاذ خالد بن علي الراشدي مدير دائرة التوعية وتعزيز النزاهة بجهاز الرقابة المالية والإدارة للدولة أهلا بك أستاذ خالد معنا أهلا المساء الخير لغة ميان يا هلا فيك الله يخليك تسلم طبعا تحدثنا كثيرا عن كلمة الرقابة الرقابة الذاتية الرقابة المجتمعية نريد أن نقرب المشاهد أكثر من مفهوم هذه الكلمة الرقابة الرقابة هي طبعا كمصطلح إداري هو يعتبر المصطلح الرابع إذا جينا من بعد التأسيس ثم التطوير ثم بعد التأسيس والتخطيط والتطوير فالرقابة لمتابعة أداء العمل ولكن ممكن إحنا نروح لرقابة العمل من التشريع الرباني يعني في القرآن الكريم في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول يعني وقل اعملوا أيضا في سورة الملك قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني ما في شيء أكثر ممكن يعزز رقابتنا أكثر من أنه نحط كلمة أنه الله هو الرقيب صحيح يعني الرقابة الذاتية هذه تنشئ أصلا الطفل الصغير يعني في بداية عمره تعزز رقابته لحمايته ولكن من يكبر تنمي ذاته يعني تشجعه تعطيه أفكار تتعلق بمسألة تنمية ذاته على أساس أنه يخرج إلى المدرسة تكون عنده ثقة نفس صحيح فبالتالي يصنع نفسه من خلال التعليم من خلال الفكر من خلال اختلاطه أيضا بزملاءه في المدرسة ومن ثم يصنع نفسه في مجال خبرة الأكاديمية في يعني امتهان تخصص معين ممكن من خلال ينمي ذاته ويحقق طموحاته لسوق العمل بالتالي هي الرقابة الذاتية تنشئ من الفرد نفسه من خلال مجتمعه في البيت طبعا من خلال قدوته أبوه أمه أسرته من خلال أصدقاء وأيضا من خلال معلمه ومن خلال موجهه في العمل الرقابة الذاتية ما تصنع بمعنى أن أنا أكون رقيب عليك في عملك ما تصنع بمعنى أن أنا أعطيك أمر وأشدد على هذا الأمر بأن أنا أحط لك مجهر وكاميرا وراقبك وراقب أدائك في العمل ما راح يخلق إبداع ما راح يخلق ابتكار يفيد المؤسسة نفسها رغم بأن أستاذ خالد ذكرتها الرقابة الذاتية هي قيمة مهمة وقيمة إسلامية تسهم أيضا في مساعدة الأشخاص في تقويم هفواتهم وأخطائهم إلا أن هذه القيمة تغيب عند البعض في مجتمعاتنا لو نتحدث كيف أن الممكن أن نعزز هذه القيمة في الأفراد في المجتمع أنا خلينا أذكر لك مثال وبنرجع على مسألة تعزيز الرقابة الذاتية جلالة السلطان حينما استلم مقاريد الحكم في البلاد في السبعينيات وهذا الكلام نسأل عنه يعني آبائنا وقدوتنا في كيف كانت عمان وكيف أصبحت خاطب هذه الأمة بكلمة سأعمل بأسرع ما يمكن حطي أكثر من خط على كلمة أسرع ما يمكن معناته الأسرع يعني فيها عزم الأسرع يعني فيها صدق الأسرع يعني فيها متابعة الأسرع يعني فيها أيضا منح ثقة منح صلاحيات بتالي دولة مؤسسات وصلت إلى مستوى يعني نتفاخر فيه في كافة المحافل اللي نشارك فيها في كل دول العالم باسم عمان ما وصلت من فراغ وصلت من خلال عمل ولكن هذا العمل شاب تحدي يعني كل واحد أيضا يفكر في مسألة تنمية رقابته الذاتية ما كل شيء يجي بلاش يعني أبلغ لو ذكرنا مثلا أغلب المخترعين أو أغلب مشاهير العالم أغلب عظماء العالم زين حظيم الله سبحانه وتعالى اللي هو لو صرنا للموسيقى بيتهوفن بيتهوفن في فترة تعلمه للموسيقى كان معلم يقول هذا لا يفقه في الموسيقى ما يعرف شيء بيتهوفن صارت موسيقاه تعلم يعني وكل حد سمع أشهر موسيقات بيتهوفن توماس إديسون اللي أنارنا هالكون بالفعل يعني كان في البداية معلمه يعني يلقبه أعتذر على الكلمة يعني أنه هذا هذا الولد غبي ولا يمكن أن يصنع شيئا هذا الغبي أنار لنا العالم الآن توماس إديسون يعني من أعظم المخترعين صحيح أنشتاين أيضا يعني هذا العبقري أنشتاين اللي أيضا غير مفهوم الفيزياء ومعادلات كثيرة تتعلق بلغة العصر هذا الإنسان بدأ يتحدث في سن الرابعة طيب طيب هؤلاء العظماء بيل جيتس لو ذكرنا أيضا ترك الجامعة وهو في سن عشرين عشرين سنة أسس مايكروسوفت الآن أرباحه باليوم خمسمائة مليون دولار تقريبا ما علاقة هذا الموضوع بالرقابة علاقة بمسألة أني أنا أصنع من نفسي رقيب لعملي أنا ذاهب إلى عملي ما رايح أن أنا أقضي ساعات أحباج مرؤوس ما رايح أقضي ساعات عمل فقط لا أنا رايح أنتج كل شخص في مؤسسات البلد في مؤسسات الوطن يدفع له مبلغ صحيح نتكلم بشكل واقعي صح ولا لا صحيح أنت كل دقيقة لو تحسبها كم تكلف الدولة لمصاريفك لأعمالك لأجل أنك أنت تأخذ راطبك نهاية الشهر نعم طيب هذا الشي ما محتاج منك محتاج منك عمل صحيح محتاج منك أيضا أنت كرئيس أيضا متابعة المرؤوسين ولكن بثقة أعطيهم مسألة مبدأ العمل الجماعي أشاورهم في بعض الأمور التي تتعلق بقرارات المؤسسة نفسها يعني كثير كثير من من الشباب الوطن ما شاء الله يعني مبدعين مبتكرين في مجالات كثيرة لو مثلا أي شخص من الأشخاص أجي عنده ميول أنه يعني يبدع في العمل ولكن أنا ما معطي مجال أنا كرئيس ما أعطيت مجال أحنا بيئة العمل غير محفزة يقول لك غير محفزة طيب إحنا قلنا ترى هذه الصعوبات يعني تنتج دائما تحديات التحديات أنا هذه أواجهها بتغيير المنظومة بتغيير المجتمع الموجود يعني كثير لما يكون نقول أنه والله هذه الصعوبات تجي من طاقة سلبية موجودة في العمل الطاقة السلبية ممكن أنا أكتسبها من بيئة عمل قد يكون من زميلي قد يكون زميلي غير منتج ولكن يحصل دورات يحصل برامج تأهيل له تعتقد بأنه سياسة المؤسسة ذاتها سياسة المؤسسة نعم بالفعل قد تفرض في الأشخاص يعني بعض السلوكيات اللي يعني يجب أن لا تذكر أنا بعطيكي مثال أحد الأخوة يعني وهذا كلام واقع يعني كان يتكلم عن في معاملة من المعاملات تختص بمسألة متابعة بحيث أنه يعني بعض المعاملات فيها مركزية أنه يكون لازم ترجع إلى الجهة المعنية في العاصمة هو وجوده في منطقة من المناطق البعيدة من مسقط فيقول والله المعاملة هذه كانت محتاقة أني أنا أستفسر عن المعاملة هذه فأتصل بالتليفون ما موجود ما حد يرد ما حد يرد ما حد يرد يقول طريد أني أنا يعني أطلع بالسيارة مع الوالد مسافة أكثر من مئتين كيلو عشان أوصل الجهة المعنية فوصلت إلى الشخص الموجود وبالفعل وأنا رايح المؤسسة أضرب على التليفون ما كان يرد على التليفون طيب هذا كيف ردت ردت فعل يعني الشخص اللي رايح يتابع المعاملة هو رايح يسأل معاملتنا وصلت أم لا نعم هو موجود على المكتب كإجراء هو موجود على المكتب هذه أمثلة موجودة طيب هذا الشخص الموجود على المكتب فيه يعني مئات وعشرات وآلاف الباحثين عن عمل يحتاجوا هذا المقعد صح ولا لا طيب المقعد اللي انت عليه التليفون هذا يعتبر من الأموال العامة للوطن المكتب اللي انت عليه هذا يعتبر من الأموال العامة للوطن وهذا يفترض تشغيلها إذن انت ما في مكانك الصحيح أيضا مسألة الشخص المعني بمتابعة هذا الموظف كيف آلية متابعته هل بالفعل لما يوصل إلى المؤسسة ينزل يتابع المراقعين يتابع كيف أداء موظفينه أم يصل إلى المكتب خلاص يطلع على قرائد أو مثلا يتابع أموره المكتبية بطريقة تقليدية لا احنا ما محتاجين هذا الشيء احنا محتاجين بالفعل متابعة الشخص اللي أتابعه إذا كان غير منتج أجلس معاه يمكن قد يكون له أسبابه أيضا أيضا على أساس أنه لا نقع في مسألة يعني ظلم الشخص نفسه الموجود على متابعة مثل الخدمات يعني المواطنين وخدمات المراجعين قد يكون له أسباب أيضا معينة مثل ما تفضلت في البداية بيان أنه يعني المؤسسة وطبيعة عملها ممكن يكون هي اللي أثرت على وجود سلوكيات سلبية مثل هذه ولكن السلوكيات السلبية هذه غير مرغوب فيها لأنه مثل ما ذكرنا أنه أنت أخذت وقت وأيضا كلفت المؤسسة وأيضا أخرت مراجعين المراجع هذا قد يكون طبيب قد يكون معلم صح أو لا قد يكون مهندس أنت بتحتاج للطبيب وبتحتاج للمهندس كلنا منظومة متكاملة بفعل كلنا منظومة متكاملة المسئولية المجتمعية مهمة أيضا في مسألة جانب أيضا الرقابة الذاتية أنا ذكرت الطبيب الطبيب أيضا وجوده في مكان يختص بحماية يعني معالجة المرضى هذه مسئولية مجتمعية ما تعتقد بأنه هذه الأسباب سببها بأنه اختلاف مفهوم العمل بالنسبة لكل شخص هناك شخص يعتبر العمل هو يعني مثلا نقول أنه فقط أنا ذاهب للعمل لأكمله أو فقط أنا ذاهب للعمل لأطور هذا العمل أو فقط أنا ذاهب للعمل لأكمل ساعات معينة يفرضها وتفرضها هذه المؤسسة لا يقيل لا يدوم يعني بطبيعة الحال إذا أنت ما راح تنتج في المؤسسة هذه قلس في بيتكم لا تكلف على نفسك تخسر بترول وتسوي زحمة في الشارع قلس في بيتك يعني المؤسسات محتاجة عمل ما هي مؤسسات ما أصبحت الآن لغة العصر صارت متسارعة صارت أنه لازم أنك أنت تواكب كل شيء الآن لو أدخلنا التقنية في مسألة أيضا تعزيز ثقافة العمل التقنية أيضا لها أهمية في مسألة أيضا يعني خلق بيئة ما معناته تكميلية بيئة حديثة لإنجاز كل شيء بطريقة منظمة بطريقة يعني موثقة ومرتبة أنا أذكر يعني من الأمثلة مثلا نحن دائما نقول والله الكوكب اليابان ذكرناه وصلنا لكوكب اليابان ليش دائما اليابان متقدمة في ثقافة العمل في اليابان عمل وثيقة هي تسمى وثيقة موظف ما أذكر إشي سموها بالضبط بس هي وثيقة موظف ما معناته هي وثيقة تعاقد بين الموظف والمؤسسة أنت عندك مهام عمل تقوم فيها في الوقت الفلاني تنجزها على مدار كذا بمشاركة زملائك في العمل وحط له يعني ضوابط معينة وأوقات معينة خلاص أنا عطيت المهمة إذن سلمت الثقة صح ولا لا الثقة مطلوبة صاروا من كثر ما أنه عندهم تعزيز ثقافة العمل في اليابان 2% فقط معدل الغياب من مؤسسات الدولة صارت الحكومة تحاول أن هي تكثر من مسألة الإجازات حصلت رفض ليش؟ هم غير مختلفين عنه جميل ترى هي الثقافة تتأسس من ذات الشخص نفسه ورغبته في مسألة التنمية الذات أيضا دور الأسرة دور المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الأمر يعني يعول عليها أكيد أستاذ خالد أكيد يعني أنا أذكر طبعا ممكن ننتقل لشكل دور أيضا المؤسسات في مسألة تعزيز الثقافة العمل لها دور مهم نعم جلالة السلطان الله يحفظه ويطول في عمره دائما يذكر مسألة الإنسان هو صانع التنمية هو بان التنمية يعني هو مؤسسة هو مشغلها هو مسألة أنه تشغيل منظومة العمل من خلال إنسان لو المؤسسات هذه خالية من البشر رح تشتغل ما رح تشتغل ولكن الإنسان هذا يحتاج أيضا تنمية ذاتية بمعنى أنه على أساس أنه هو يواكب أيضا متطلبات العمل قد يكون يحتاج ورشة من الورش تأهله يحتاج دورة معينة يحتاج أيضا إعطاء ثقة بعد الثقة بعد الإنجاز بعض المسؤولين في العمل قد يكون ما عندهم هذه الثقافة العامة مسألة أن أنا أحفز الموظف الموظف يشعر إذا أنا أنجزت عمل بس مديري أو مسؤولي في العمل حتى ما قال لي شكرا بالتالي كيف رح أشعر بداخلي إذا كان حفزت الشخص هذا أنا أعطيته مهمة عمل صح أنجز حفزته أمام زملائه بكرة زميله رح يتأثر رح يكون أيضا محفز يقول والله حصل تشجيع فبالتالي أنا رح أحصل تشجيع بيئة العمل هي دايما تأتي من خلق بيئة إيجابية في كل الأحوال شكرا يعني لو جينا على مسألة كيف ممكن أنا أعز الثقافة هذه انتقلنا إلى مثلا شق الشباب الشباب محتاج أنه يعني طاقة كثيرة موجودة لدى الشباب بالتالي الشباب هؤلاء على أساس أنه لا يدخلوا في مسألة أنه والله أن أنا أحصل وظيفة على أساس أنه أنا أحصل أوراته بيوم ثاني رايح مطلع لي سيارة اليوم الثالث يعني بما معناته ما يكون عندي مسؤولية اجتماعية تجاه العمل من ناحية التنمية الذاتي وأيضا فائدة لمجتمعي الشباب يجب أنه أيضا ينخرط في مسألة مشاركة المجتمعية يعني الآن السلطنة الحمد لله يعني فيها مؤسسات مجتمع مدني لجنة معنية بالشباب فيها أندية رياضية فيها جمعيات مجتمع مدني مرتبطة بثقافة العمل بتعزيز ثقافة العمل تعزيز الخدمة المجتمعية لدى الشباب هؤلاء الشباب إذا حسوا بقيمة المجتمع إذا حسوا بقيمة إيش يعني أني أنا أحص العمل في المستقبل راح يكون منتجين راح يكون مبتكرين راح يفكروا في كل وقت يعني ما معناه يستثمروه لخدمة المجتمع نفسه من خلال عملهم من خلال تطلعاتهم من خلال صنعهم للمستقبل ولكن أحيانا رغم ذلك ما ذكرت من اهتمام وعناية الشباب يتذمر على بعض الأشياء المتواجدة في المؤسسات التذمر موجود بلا شك فيه يعني زين ممكن التذمر أنا أحصله من شخص عنده طاقة ولكن لم يعطى مثل ما ذكرت المجال فبالتالي راح يتذمر ليش ما يكون يعني كم يقولوا جلسة شراكة في المؤسسات بداية الأسبوع وجلسة متابعة منتصف الأسبوع وجلسة يعني متابعة ما تم إنجازه نهاية الأسبوع أنا ممكن أخلق شراكة يعني مباشرة بيني وبين المرؤوسيني في هذا أيضا من المشاكل الموجودة أنا أتذمر مش قدام المسؤول أنا أتذمر عند زميلي أتذمر عند زميلي ما يعني أما مش عند الشخص المباشر مسؤول مش أنا أتذمر رغم أني فقط يعني عندما أشكو للمسؤول هي أفضل طريقة أتوقع نعم بدل أني أنا أبحث عن وسائل أخرى ولا إيش رايك قد يكون ما عنده عمل قد يكون وجوده في المكتب ما ما يعطي عمل نعم كيف راح يشغل وقته راح يشغل وقته في القيل والقال كم يقولون راح يشغل وقته في الفيسبوك وتويتر والإنستجرام وراح يشغل وقته في أمور ما تتعلق بالعمل سوالف يعني جانبية تضيع العمل تضيع وأيضا تنشئ طاقة سلبية هذه ضواهر ولكن الضواهر هذه لو نيجي نحسبها على بشكل عام هي قليلة نقول دائما البعض صحيح ما نعمم صح ولا لا صحيح طيب أوكي يعني في مثل يقول لك التفاحة اللي هي الخربانة في الكرتون زين على أساس أنه ما تأثر على كل الموجودة في الكرتون أرميها تتخلص منها كيف تتخلص منها تتخلص منها على أساس أنه ما تأثر على الموجودين هناك في عندنا لائحة في عنده ضوابة تشتغل عليها صحيح أحاسب إنذار متابعة زين يعني أعطيه ممكن عقوبات ليش لا أنت في النهاية موظف الموظف هذا أوكل لك عمل هذا المكان ما مكان كم يقوله سوالف هذا المكان مكان عمل صحيح قبل لا أكون رقيب لنفسي قبل لا يكون رئيسي في العمل يجي راقبني ويجي تابعني ويجي لازم أكون رقيب على نفسي يعني جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعني وجوده طبعا في الرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء كان يعني مؤسسات حكومية خدمية وهيئات مؤسسات يعني شركات أيضا لها الحكومة نسبة معينة ويتابع مسألة الأداء مسألة أيضا غير مسألة أننا الرقابة على المال العام رقابة الأداء موجود موجود يعني لتجويد العمل لتحسين صحيح أداء العمل لأنه في النهاية مثل ما قلنا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجوده في المؤسسات ليس كرقيب أيضا على عمل المؤسسات هذه بمعنى أن أنا أراقب وأكتب تقارير معينة لا أنا موجود على أساس أن أنا أتابع نعم هذه الجهة والتزامها بالأنظمة وباللوائح من خلال قانونها المنحة إياه على حسب تخصصها بالتالي أنه أيضا مسؤولة عن متابعة أداء هذه المؤسسات لأنه في النهاية إلها يعني مستوى يتعلق بقياس أداءها يتعلق بارتباطها أيضا بمنظمات الوطن بمؤسسات الوطن من ضمن الأشياء المهمة اللي ممكن نتحدث عنها إذا الوقت يسمح لك والله ما يسمحنا للأسف ولكن يعني إحنا رح نكمل هذا الحديث بإذن الله ولكن مشاهدينا بعد أن ندب بكم إلى موجز الأخبار تاسعة مساء بعدها لنا عودة لمتابعة هذا الحديث الشائق مع أستاذ خارد تابعونا حتى العاشرة السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطانة عمان نحييكم ونقدم لكم عنوين التاسعة مكتب مجلس الدولة يناقش وضع سياسات لتعزيز الصحة والتأثيرات البيئية سلبية على المجتمع مجلس الشورى يقر الملاحظات الواردة من المقام السامي على بعض مواد مشروعي قانوني الرفقي بالحيوان ومزاولة المهن الطبية البيطرية جامعة السلطان قابوس تعلن عن المشاريع الفائزة بتمويل الدعم السامي لعام 2017 وزارة الزراعة والثروة السمكية تؤكد تكثيف عمليات الرقابة بالمزارع المنتجة للمحاصيل الزراعية موسيقى فلادمير بوتين يدعو لإجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم الغاز السام على مدينة خان شيخون بسوريا موسيقى موسيقى أردوغان يهدد بسحب ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي في حال لم يستكمل فصول المفاوضات معه موسيقى حياكم مجدداً مشاهدين نرحب بكم أجمل ترحاب في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان ما زلنا تواصل في الحديث عن الرقابة الذاتية والتوعوية لدى المجتمع برفقة أستاذ خالد الراشدي أستاذ تحدثنا عن تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع ووصلنا عند دور جهاز الرقابة فيما يتعلق بالتوعية عن هذه الأمور تحدث وأكمل هذا الحديث نعم شكراً طبعاً شكراً على وقتكم دائرة التوعية وتعزيز النزاهة في جهاز الرقابة لو نتكلم عن اتفاقية الأمم المتحدة وانضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت من خلال المرسوم السلطاني رقم 64 على 2013 الذي يقضي بانضمام السلطنة طبعاً ودورها دور السلطنة تكامل مع وجودها في الأمم المتحدة لمسألة الحد من وجود الفساد ومكافحته وفيما يتعلق بغسيل الأموال أيضاً طبعاً هناك في جهود كثير يعني بذلها جهاز الرقابة المالية فيما يتعلق بتشكيل فريق فريق طبعاً يعني بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر فريق يجمع مختلف المؤسسات مؤسسات دولة المتعلقة في ذات المجال وأيضاً بذل جهود لتشكيل أيضاً ومتابعة هذه الاتفاقية من خلال فريق داخلي معني بمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة وأيضاً تكليف الجهاز بإنشاء هيئة يعني مكافحة الفساد في السلطنة طبعاً يعني أتى هذا أيضاً يعني العمل بتشكيل أيضاً يعني فريق متابعة وأيضاً تحليل المؤشرات التي تصدر مؤشرات التنافسية التي تصدر من المنظمات المعنية بالشفافية وأيضاً إنشاء دوائر معنية أيضاً بهذا المجال تم إنشاء دائرة دائرة يعني المنظمات الدولية دائرة أيضاً الشكاوي والبلاغات دائرة إقرارات الذم المالية وأيضاً دائرة التوعية وتعزيز النزاهة أتكلم عن دائرة التوعية وتعزيز النزاهة يعني من هذا القرار الذي هو في 2016 بإنشاء دائرة يعني يرافق سنة كان في مايو العام الماضي بذلنا حقيقة جهود من خلال خطة توعوية بتوجيهات من معالي الشيخ رئيس الجهاز خطة توعوية يعني تكون على أطر متعددة لنشر ثقافة التوعية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تواجدنا في المحاضرات التوعوية هناك في محاضرات كثيرة تواجد فيها الجهاز في المؤسسات والوحدات الحكومية وأيضاً وجوده فيما يتعلق أيضاً بنشر التوعية من خلال البرامج التوعوية لدينا برامج إذاعية الرقابة مسؤولية الجميع ومستمر حقيقة من خلال أيضاً يعني الزميل الإعلامي بدر الشيباني هناك أيضاً وجود أيضاً إعلانات توعوية مباشرة من خلال الصحافة اليومية وجودنا في جريدة عمان وجودنا أيضاً في جريدة الوطن وإن شاء الله لاحقين على أيضاً الجرائد الأخرى أيضاً وجودنا أيضاً في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تويتر فيسبوك إنستجرام أيضاً يوتيوب ووجودنا المباشر من خلال تلقي أيضاً الاستفسارات تلقي أيضاً الشكاوي وتحويلها إلى دائرة الشكاوي والبلاغات لدينا أيضاً رقم مباشر أيضاً لتلقي الشكاوي والبلاغات ممكن ذكره اللي هو ثمانية ستة أصفار ثمانية وجودنا أيضاً من خلال يعني مختلف يعني الأمور التوعوية المتعلقة أيضاً بضخ ثقافة التوعية من خلال وجودنا في المدارس من خلال وجودنا أيضاً من خلال المحاضرات التوعوية المعنية في الجامعات والكليات ومستمرين حقيقة بوجودنا أيضاً من خلال المؤسسة هذه اللي نحن فيها الآن تلفزيون سلطنة عمان هناك يعني سلسلة من البرامج إن شاء الله رح نتمنى أن هي تكون أيضاً ضمن باقة رمضانية في رمضان المقبل بإذن الله تعالى بإذن الله ونحن معكم يعني وبكم نستمر وأيضاً بمؤسسات الدولة جميعاً أيضاً لنشر هذه الثقافة ثقافة الرقابة الذاتية وثقافة أيضاً تعزيز النزاهة ومكافحة الفسر بارك الله شهودكم شكر الله سعيكم سعدنا جداً بوجودك معنا اليوم في برنامج من عمان أستاذ خالد بن علي الراشدي مدير دائرة التوعية وتعزيز النزاهة بجهاز الرقابة المالية والإدارة للدولة شكراً جزيلاً لك الله يخليك وأنتم مشاهدين متواصلين معكم في محطات مختلفة ومتابعات أخرى بإذن نصب من خلال هذا الحراك في شط القطاعات والأصعدة بعد قليل مشاهدين مؤتمر عمان للطاقة والمياه بنسختها الثالثة تابعونا تتفاوت أهمية عيون الماء كأحد مصادر الثروة المائية الأساسية في السلطنة وذلك حسب نوعية مياهها متأثرة كغيرها من مصادر المياه بكميات الأمطار التي تهطل على البلاد فهي تتراوح بين الحارة والباردة وبين العذبة الصالحة للشرب والضاربة الملوحة والقلوية المخلوطة بمياه الأودية التي تصلح للزراع وهناك نوع آخر من العيون التي تحتوي على نساب متفاوتة من الأبلاح المعدنية تصلح للتداوي والاستشفاء وتكمن أهمية العيون في السلطنة في كميات المياه التي تتدفق منها يوميا حيث يبلغ متوسط كميات المياه المتدفقة من العيون الحارة حوالي ثمانية ملايين جالون في اليوم ومتوسط كميات المياه المتدفقة في العيون الباردة حوالي خمسة عشر مليون جالون يوميا وتنتشر العيون المائية على اختلاف أنواعها في مناطق متفرقة بالسلطنة ينبع أغلبها من المناطق الجبلية وتختلف من حيث وفرة مياهها ودرجة حرارتها وجودتها ومنها عين الكسفة بولاية الرستاق حيث تصل حرارتها خمسة وأربعين درجة مئوية وعين الثوارة بولاية نخل وهي ذات مياه صحية ساخنة تنساب من الوادي لمسافة ثلاثمائة متر قبل أن تتفرع في الأفلاج الموجودة بالولاية كما تشتهر محافظة ظفار بالعديد من العيون المائية التي تشكل مزارا سياحيا للعديد من السياح خصوصا في فصل الخريف ومن أبرز هذه العيون عين جرزيز وعين رزات وعين صحنوت وعين دربات وعين حمران وعين طبرق والتي تقدر كمية تدفقها السنوي بأكثر من عشرة ملايين متر مكعب وتعتبر الأمطار الموسمية التي تتساقط في الخريف المصدر الأول لتغذية الخزان الجوفي لهذه العيون موسيقى 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 تحية لكم مشاهدين من جديد تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في ثاني متابعة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان مشاهدين حديث هذا أو هذه المحطة هو مؤتمر عمان للطاقة والمياه الذي افتتح بالأمس في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات بنسخته الثالثة يبحث العديد من المحاور التي سنتعرف عليها من خلال وجود ضيوفي في الأستوديو نرحب باسمكم مشاهدين بالدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أهلا بك دكتور معاهم حياك الله معنا أيضا مشاهدين نرحب باسمكم بي المهندس أحمد بن حمد الصبحي الرئيس السرفيدي لشركة أكوباور بركة أهلا بك أهلا بك أحمد 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 في البداية نريد منك الدكتور علي أن تعرف المشاهد بهذا المؤتمر في نسخته الثالثة مؤتمر عمان لأطاقة والمياه بسم الله الرحيم بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر على هذا اللقاء وكما ذكرت بأن أمس تم افتتاح مؤتمر ومعرض عمان طبعا من خلال المسمى هناك مؤتمر ومعرض بمعنى حدثين متوازين عادة ما يكون مؤتمر ويكون معرض مصاحب له يكون أقل من المؤتمر أو معرض ويكون مصاحب له ورشة عمل بالنسبة لهذا الحدث هناك مؤتمر مكتمل ومعرض مكتمل الغرض من عمل هذه الفعاليتين لأن الاهتمام بقطاعي الكهرباء والمياه موضعين مهمين ولهذا أن الهدف من هذا المؤتمر أولا هو اللقاء بين الخبراء والمهتمين بهذين القطاعين من خلال هذا المؤتمر وإيضا إطلاع على الأوراق التي تقدم من خلال هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة لكل المهتمين سواء كانوا منتجين أو مشاغلين أو مستثمرين أو مصنعين وحتى أيضا المستخدمين لهذه الخدمة أو السلعة فإذا صح للتعبير عن ما نقول قطاع الكهرباء والمياه نقول سلعة تختلف عن أي سلعة أخرى مثلا لو نتكلم عن أي سلعة أخرى ربما يمكن تصنع في مكان ما أو في بلد آخر وبالتالي توصل إلى المستهلك وتكون هذا سلعته بينما خدمة الكهرباء أولا و المياه أيضا متساويتين بمعنى أنه هناك نقدر نقول نسميها صناعة الكهرباء و صناعة المياه المعنى في هذا بمعنى أنه يصنع الكهرباء وتوصل في نفس الوقت إلى المستهلك إذن أي انقطاع أو أي خلل في هذه الخدمة بيوثر على المستهلك مباشرة و حتى في لقائنا لا قدر الله مثلا انقطعت الأنوار مش أيضا نحن وجود هنا أيضا كل المشاهدين داخل السلطنة و خارجها طبعا ما أريد أنا أزيد عن الأهمية لكن هنا يعطي مسؤولية كبيرة بالنسبة للمهتمين بهذين هنا نستشعر أيضا حجم أهمية هذين القطاعين يعني أستاذ أو مهندس أحمد تحدث الدكتور علي بأن المؤتمر جاء يبحث مجموعة من محاور أيضا تطرح فيه مجموعة من أوراق العمل لو نقرب الصورة أكثر للمشاهد الكريم ما أبرز أوراق العمل ستتناقش بإذن الله خلال هذا المؤتمر طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أبتري برسالة المؤتمر أي مؤتمر فيه رسالة طبعا رسالتنا طبعا لهذه السنة ترشيد الطاقة ورف كفاة استخدامها طاقة والمياه طبعا فهذه هي الرسالة الرئيسية المتوخة من المؤتمر المحاور طبعا عندنا محاور طبعا خمسة رئيسية وأيضا في ورشتين عمل ورشتين عمل مصاحبة للمؤتمر لو تسمحي الأقرام بس عشان ما أذكر كله أكثر رسالة الرئيسية المحاور الأول والأساسي هم استجدات حول استراتيجيات والسياسات في قطاع الكهرباء والمياه المحاور الثاني طبعا أفضل ممارسات في إدارة التشغيل والصيانة فيما يتعلق في قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه المحاور الثالث آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة المتجددة طبعا هذا الموضوع موضوع الساعة وموضوع حساس الطاقة المتجددة الكل طبعا كان متحمس لمعرفة الجديد في هذا المحاور المحاور الرابع الأبحاث الخاصة في تطور صناعة الطاقة والمياه طبعا أبحاث كثيرة لكن طبعا إحنا انتقينا هذا المحاور على أساس نتعرف إيش ما توصلت إليه الصناعة الحديثة في الكهرباء والمياه المحاور الخامس طبعا المحاور الخاص في تكنولوجيا الخاصة بمعالجة المياه واستخداماتها في ورشتين عمل طبعا الورشتين عمل مهمات التي هي أنظمة وتشغيل الأمن السرياني أو السايبر طبعا سيكوريتي في اللغة الإنجليزية أو ما يعرف بأمن المعلومات فهو تعرف في الآونة الأخيرة حدثت تطورات كثيرة في المجال هذه فحبينا أن نركز عليها لأن أيضا بالنسبة لقطاع الكهرباء والمياه يعني تمد اعتماد كله في آلية التحكم في القطاعين هذا في الأمن المعلوماتي فجاء التركيز بالنسبة للجنة الفنية على هذا المحور وأيضا عملنا ورش متخصصة لطبعا مناقشة ما توصلت إليه طبعا التكنولوجيا بالنسبة لأمن المعلومات والورشة طبعا الثانية التي هي تتعلق بالمعالجة المياه والصرف الصحي طبعا المياه المصاحبة لها أيضا الصرف الصحي الآن أصبح مثل ما تفضل الدكتور أي صناعة وتعتمد عليها طبعا المدن البنية التحتية لكل مدينة تعتمد اعتماد كله على المعالجة المياه واستخدامها وعادة استخدامها نعم فهذه هي طبعا الأهداف ورسالة المؤتمر إذن يعني أيضا في هذا الإطار دكتور نوي أنت نعرج على نقطة جدا مهمة هي كيفية رفع كفاءة استخدام مواد الطاقة والمياه شكرا بس حبيت أن أوضح أن ذكرتي أن هذه النسخة الثالثة بالمعرض طبعا استفدنا من خلال النسختين السابقتين وتم الإعداد لهذه النسخة مع أنتهى النسخة الثانية وتم تكوين لجنة مختصة فنيا نسميها برئاسة المهندس أحمد طبعا رعي في هذا اللجنة أيضا بالإضافة أن الهيئة العامة الكهرباء المياه وشركة عمان إكسبو هم المنظمين الرئيسيين ولكن عندما انتقاء اللجنة راعينا بالإضافة أيضا إلى الهيئة العامة الكهرباء المياه يكون هناك أيضا من شركات الكهرباء شركات نماء ومن جامعة السلطان قابوس ومن البحث العلمي أيضا روعي القطاع الخاص بما شركة أكوى الرئيس التنفيذي المهندس أحمد أيضا بشركة نفط عمان وشركة سيمس طبعا انتقاء هذه الأوراق هي أهمية طبعا عندما تكون هذا المؤتمر وبهذه المحاولة ذكرها المهندس أحمد أيضا وجود أيضا المعنيين يعطي نوع من الاهتمام وتبادل الأراء والاطلاع على أحدث المعلومات والتقنيات وفي نفس الوقت بإمكان الحاضرين في هذا المؤتمر أيضا التعريق على المعرض أيضا وأيضا من خلال المعرض هناك كل المنتجات من إنتاج إلى نقل إلى توزيع إلى كل استخدام فهذه فرصة إن وجود المعرض والمؤتمر طبعا من خلال محاور التشغيل التشغيل والصيانة من أحد النقاط المهمة في هذه ذكرت بهذه الصناعة سواء كان في الكهرباء طبعا تطورت التقنيات ووضعت النظم لإدارتها بقودة عالية هذه المحاور الأساسية التي أرى أنها مهمة جدا بالنسبة للمشاغلين بحيث أن هناك تكون سواء كان كهرباء أو مياه في تقنيات حديثة فبالتالي هي تساعد على رفع كفاءة الطاقة أيضا تنويع مصادر الطاقة من أحد المحاور ذكرها المهندس أحمد يعني هذه بالنسبة للمحاور ماذا عن المشاركين في هذا المؤتمر والمعرض أيضا مهندس أحمد طبعا للسنة مثل ما تعرفين أنه حجم المشاركة أكبر حجم مشاركة من الدورات هذا ما يثبت نجاح نسختين الماضتين بكل تأكيد يعني أنت مثل ما تفضلتين الآن اليوم عندنا تقريبا فوق 400 مشارك الأوراق العمل أيضا عندنا فوق أكثر من 150 عارض في المعرض الدول طبعا اللي أيضا شاركتنا اللي هي المملكة المتحدة أكثر دول شاركت في المعرض بما يقارب من 26 شركة في جميع تخصصات تخصصها طبعا إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيح أيضا في المياه شبكات المياه أيضا في مشاركات من الدول عديدة والمعرض جدا متميز أيضا في جاء الناس يعني من مجلس تعاون جاءنا من جميع أنحاء العالم وذليل أنه طبعا معارض مثل هذه تخصصية بتكون فالكل يطمح لتعرف لآخر ما توصلت ليه طبعا التكنولوجيا تكنولوجيا القطاع الكهرباء والمياه متطورة متطور طبعا متسارع فالمؤتمر طبعا هو أيضا المعرض المصاحب اللي كان أعتقد السنة أكبر طبعا من العوام الماضية جميل هو يعتبر أيضا جلسة نقاشية وحوارية لآل حديث عن التحديات تواجه هذين القطاعين يعني الدكتور عي لو نقرب المشاهد من أهم التحديات تواجه قطاع الطاقة والمياه طبعا هذين القطاعين مهمين مثل ما ذكرت والحكومة أولى تهتمام منذ سبعينة القرن الماضي وفي عام 2005 بالنسبة لقطاع الكهرباء تم إعادة هيكلة القطاع الكهرباء فأصبح منظما من قبل هيئة تنظيم الكهرباء جميل ومدارا من قبل شركات نماء الكهرباء طبعا بلغت تغطية الكهرباء في السلطنة أكثر من 98% وخلال العوام القادمة نمو الكهرباء سوف يزداد إلى 10% تقريبا هذه الزيادة العشرة في المياه هي يعتبر تحدي التحدي أن نجد مصادر أيضا روعي هنا بيكون أن يساهم القطاع الخاص سواء كان من داخل السلطنة أو من خارجها من أجل تنفيذ محطات إنتاج الكهرباء بلغت الساعة الإنتاجية ثمانة خلال العام الماضي وصلت إلى 8000 ميجاوات وهناك مشاريع قائمة سوف ينتم من التهى منها خلال العوام الثلاثة القادمة تبلغ أكثر من 3000 ميجاوات هذا فيما يخص قطاع الكهرباء فيما يخص قطاع المياه والذي يدار من قبل الهيئة العام الكهرباء المياه الهيئة وضعت خطة طموحة بتوصيل مياه صالحة للشرب بكل مناطق السلطنة بما نسبته 98% بحلول عام 2040 هذا ليس معنى بأن الناس الآن عندهم كل توصل المياه إلى كل مناطق السلطنة ولكن ليس كلها من خلال الشبكات المائية فيما نسبته تقريبا 60% من خلال الشبكات المائية أما بقية المناطق تم توصيلها من خلال الصهاري أو من خلال الآبار هذا التحدي أعتقد أنه تواقه الهيئة العامة الكهرباء المياه لأنه وضعت رؤية ورؤية توصيل مياه الصالحة للشرب بكل مناطق السلطنة ووضعت من خلال هذه الاستراتيجية تنفيذ الشبكات لكل مناطق السلطنة وهناك مشاريع قائمة السعر الإنتاجية للمياه في السلطنة وصل هذا العام إلى مليون ومية وخمسة عشر ألف متر مكعب يوميا هناك أيضا مشاريع قيد التنفيذ لمواقهة أيضا النمو على المياه أيضا يعادل لنمو على الكهرباء بما نسبته عشر في المياه ومن المشاريع تقريبا ما نسبته تقريبا 764 ألف متر مكعب طبعا هناك من شأن ربط أيضا شبكات المياه شأنها شأن شبكات الكهرباء لأن الشبكات الكهرباء مغطية كل مناطق السلطنة لكن شبكات المياه إلى الآن لم تم توصيلها ولكن من خلال الخطة فهناك خلال العوام القادمة أيضا حوالي 755 كيلومتر إنشاء شبكات نقل وليس شبكات توزيع بين محافظات السلطنة طبعا هذا من التحديات التحديات الأخرى أعتقد هو الفاقد في المياه وهذا أيضا تولي الهيئة اهتمام كبير بنسبة الفاقد نتيجة للأعطال أو للضغط على الشبكات ينتج هناك موقت الآخر للأعطال وهذا يسبب عبء أيضا على المشاغلين في هذه الناحية نقطة أخرى أيضا طبعا مصادر الطاقة عندنا والاهتمام بالتنوع مصادر الطاقة صحي مصادر الطاقة تحد كبير هذا نعم كل مصادرنا الآن من الغاز مناسبة 98% أو 2% من الديزل ولكن أيضا من خلال المحاورة ذكرها المهندس أحمد أيضا الاهتمام بالطاقة المتقددة التي تكون رافض لأحد مصادر الطاقة والذي أيضا بدأ الاهتمام بها وفي هناك مشاريع قيد التطوير والتنفيذ أيضا في هذا المجال طبعا هذا جزء من التحديات ولابد في كل مجال لابد هناك تحديات ولكن بالجهود المتوالية تتلاشى هذه التحديات يعني بركة جهودكم في ذلك دكتور علي مهندس أحمد كختام لهذا الحديث نقرب المشاهد أكثر نستعرض له أيضا يعني ملامح من المعرض والمشاركين فيه نعم بالنسبة للمعرض طبعا هناك يعني السنة انتقينا مزيج من التكنولوجيا وأيضا مقدمين الخبرات في بيوت خبرات كثيرة السلطنة طبعا كانت سباقة في عملية تخصيص قطاع الكهرباء فطبعا الكل ينظر للسلطنة كمركز يعني أو كتجربة في عملية التخصيص تخصيص طبعا سلطنة من وائل الدول في مجلس تعاون اللي انتهجت هذا ففي شركات رؤوس أموال طبعا خارجية تدفقت للسلطنة وبنت أيضا هنا رؤوس أموال فتطمح كثير لمعرفة استراتيجيات سياسة طبعا السلطنة في عملية التخصيص وعملية أيضا إعادة هيكلة أيضا إعادة هيكلة قطاع المياه الكل ينظر له مشغف طبعا وجود أيضا هيئة التنظيم وجدت أطر قانونية طبعا هو اللي طبعا جذب رؤوس الأموال هالتي تدخل فطبعا المعرض والمؤتمر ركز كثير على التعرف على آخر طبعا مستجدات سياسات استراتيجيات طبعا هناك طلب وطلب مستمر مثل ما تعرفيني الكهرباء والمياه يمكن طبعا بعض الصعوبات الاقتصادية اللي مر فيها العالم أخرت الطلب لكن السلطنة الطلب ما زال مستمر بالنسبة للخدمتين الرئيسيتين الكهرباء والمياه فأصبحت مركز كبير للمستثمرين للممارسين يعني لتسليط الضوء على هذه الأشياء فيستقطب ناس كثيرة المؤتمر يعني السنة المشاركين ما كنا صراحة المتوقعين لكمل هاي المشاركين ما زالوا الناس كثيرة أيضا ترغب في الحضور للتعرف على طبعا السياسات القادمة والمشاريع همشي لطبعا المشاريع اللي راح تطرح ولخيد الدراسة طبعا المشاريع اللي هي اللي تعتمد على أيضا الطاقة المتجددة الكل ينظر إلى الطاقة المتجددة طبعا الطاقة الشمسية طاقة الرياح أيضا الجديد أيضا هناك طاقة الفحم محطات كثيرة الآن أو دول كثيرة تعتمد على طبعا الفحم وهو في مناطق نحن العربية هذه تجربة تجربة جديدة فالمؤتمر للممارس للباحث للمهتم يستمر حتى متى مهندس أحمد يستمر إلى بكرة إن شاء الله جميل كيف كان التفاعل والإقبال خلال اليوم الماضي واليوم دكتور علي بالنسبة من خلال المشاركين هناك ازدياد جميل وأيضا هناك دعوة الآن من خلال اللقاء هذا خاصة نقطة مهمة أيضا خلال ما يعرض في المؤتمر أو له ترشيد الكهرباء والمياه فأيضا أدعو الزائرين أيضا لقيامة لزيارة خاصة فيما يخصوا المستهلك أيضا هناك استخدام أيضا طاقة شمسية لتسخين المياه ترشيد الكهرباء فأيضا في مجال أنه ما يشعر المشاهد أو المستهلك فقط مختص لفئة معينة وأينما للجميع وأدعو أنهم يشاركوه يعني يستطيع المستهلك أن يستفيد مما يقدم هذا المؤتمر معرض إذن دعوة لكم مشاهدين الحضور يستمر حتى الغد مؤتمر عمان للطاقة والمياه في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أحنا سعدنا جدا بوجودكم معنا اليوم في برنامج من عمان وإعطانك ملامح عن هذا المعرض والمؤتمر دكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه رئيس اللجنة الرئيسية شكرا جزيلا لك أيضا مشاهدين الشكر موصول للمهندس أحمد بن حمد الصبحي الرئيس التنفيذي لشركة إكوا بور بركا ورئيس اللجنة الفنية شكرا جزيلا لك الله يخليك تسلم وأنتم مشاهدين متواصلين معكم في المحطة الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان والمعمل الأول من نوعه في الشرق الأوسط هنا في السلطنة ولكن قبل ذلك مشاهدين نذهب بكم إلى هذا التقرير عن جسور التقنية هذه التقنية أو التقنيات التي تختفي وتستجد في كل ثانية ودقيقة وإجساء من الثانية حتى نتابعوا هذا التقرير مشاهدين بعدها لنا حودة للحديث عن معمل إطلاف الوثائق تابعونا تشابكت جذور حياتنا فتحولت أكثر تعقيدا وتعاظمت خططنا ومشاريعنا المستقبلية وتنامت حقول المعرفة والتقنية معلنة عن حاجة ملحة لوجود حلول عملية تتماشى مع مسار سرعة العصر من هنا انطلقت من رحم العصر ذو الوتيرة المتسارعة ابتكارات وأفكار تخفف عبء هذه الحياة فوجد العالم نفسه أمام ثورة معلوماتية تقنية عصفت بكل المفاهيم المتعارف عليها وتخطط الحواجز وغيرت حياة كل من في الأرض أصبحت تقنية المعلومات أسلوباً للحياة العصرية وأداة تتماشى مع وطيرة العصر لتطوي المسافات وتختصر الإجراءات الروتينية تعد سلطنة عمان من الدول القليلة التي استطاعت أن تبني الحكومة الإلكترونية وأن تتخذ خطوات واسعة وسريعة لتصنع جسراً إلكترونياً للتواصل بين المواطن والقطاعات الحكومية والخاصة وتعتبر الهيئة العامة لتقنية المعلومات هي المنبع الأساسي والمسؤول عن صياغة وتنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في كافة ربوع السلطنة ويقع على عاتقها مهمة تثقيف المواطن والمقيم رقمياً بهدف تمكينه من استخدام الخدمات الإلكترونية والمساهمة في اختصار الوقت والجهد للجمهور من جهة ومن جهة أخرى تخفيف العبء على الجهات الحكومية والخاصة وجاءت جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية لتكون دلالة واضحة على دفع الجهات الحكومية للتنافس في هذا المجال وللتأكيد على أهمية تقنية المعلومات وتسير السلطنة بخطة واثقة وراسخة نحو مجتمع رقمي قادر على التعامل مع مستجدات تقنية المعلومات وصياغة واقع دولة عصرية حديثة اشتركوا في القناة الآن في رحلة التميز حققنا كل هذا في عشر سنوات فقط قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير والشفافية تعزز قيم النزاهة والتفاني يدفع بعجلة النمو والالتزام يشجع على المسئولية والتميز يعجل بخطط التوسع والتمسك بالعقيدة يلهم للتطول والاستراتيجية ترتقي بالأداء والجودة ترسل معي والطموح يحفز للانتكار إنها عشر سنوات من الإجاز ولكن مسيرة رحلتنا بعد قد بدأت للتوم مع أكبر عدد من السحبات والجوائز فإن الجميع يبادرون بالخطوة نحو برنامج الادخار من بنك صحار مع السحبات كل ساعة ستحصل على العديد من فرص الفوض كما أن هناك سحبات خاصة لأصحاب الادخار العالي وأكبر عدد من السحبات للأطفال وبالنسبة للنساء هناك سحبات خاصة بهن وأياً كان فرق يمكنك الفوض في السحبات الخاصة بالفروع بالإضافة إلى سحبات خاصة بالمحافظات هناك أيضاً سحبات عامة أسبوعية وشهرية للجميع لذلك إن الجميع ينضمون إلى برنامج الادخار من بنك صحار باذر بالخطوة لتحظى أنت أيضاً بأكبر عدد من السحبات والجوائز للاستفسار من الوثائق الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي دشنته اليوم أو أمس نقول هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يعد هذا المعمل الأول من نوعه مشاهدينا من ناحية استخدام التقنيات لتفاصيل أكثر نرحب معاً بي الأستاذ حمد بن سعيد أو بن علي السعدي المدير المساعد المتابعة الفنية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أهلاً بك أستاذ حمد معاني أهلاً أستاذ حمد بك حياك الله نبارك لكم أيضاً افتتاح هذا وتدشين هذا المعمل في البداية نريد أن نعطي ملامح من هذا المعمل للمشاهد الكريم في البداية حابين نهني السلطنة ونهني أنفسنا على افتتاح هذا المعمل الذي يعتبر أحد الجوانب المهمة في مجال تعزيز أمن المعلومات حيث يقوم المعمل بتقديم كافة الحلول وخدمات الاتلاف الآمن للوثائق الورقية وأيضاً اللوعية الإلكترونية المختلفة للجهات الحكومية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات والشركات الخاصة وأيضاً للأفراد حيث يعتبر هذا المعمل من الأول على مستوى الشرق اللوسط من حيث التقنية المستخدمة في مسألة التخلص من هذه الوثائق يعني ما هي الأهداف تسعون تحقيقها من خلال هذا المعمل أستاذ في حقيقة الأمر هناك عدة أهداف وضعتها الهيئة في مجال إنشاء هذا المعمل أو من حيث إنشاء هذا المعمل بداية هي مركزية مسألة التلاف الوثائق على مستوى السلطنة تنظيم هذه العملية بحيث أن تكون تحت شراف ومتابعة دقيقة من قبل هيئة وثائق معفظات وطنية باعتبارها الكهة المشرفة على قطاع الوثائق بالسلطنة أيضاً مسألة تخفيض التكلفة المالية لمسألة التخلص من الوثائق بطبيعة الحال أيضاً في مسألة الإتلاف الوثائق بطريقة آمنة وسرية تمنع أو تمنع تسرب بعض المعلومات أو الوثائق من خلال عمليات الإتلاف السابقة أيضاً هناك هدف مهم جداً التي هي مسألة عدم اطلاع الآخرين على الوثائق أو الملفات التي تعنى بهذه المؤسسات وعدم الوصول لها من قبل الشركات الخاصة أيضاً مسألة الإشراف والمتابعة على هذه العملية يساعدها في تحديد وعمل دراسات الخاصة والإحصائيات التي تنتج عن هذه الملفات ونوعية الملفات التي تتلف وكم وحكم هذه الملفات التي يتم إتلافها يعني أستاذ حمد ماذا بالنسبة لتعزيز أمن المعلومات كيف رح يتم التنسيق مع المؤسسات الحكومية لرفع المشاركة في جودة هذا العمل وإخراجه نعم قامت الهيئة بإرسال عدة مخاطبات رسمية لكافة الجهات الحكومية وأيضاً الأمنية والشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة براسمها لا يقل أقل 25% وأيضاً المجال مفتوح لعدة الجهات للجهات الأخرى من خلال هذه المخاطبات تم التوضيح لأهداف هذا المعمل فكرة هذا المعمل الخدمات أيضاً ليقدمها هذا المعمل طبيعة الحال هذا المعمل يضم خمسة أجزاء مختلفة العمل منها الجهاز الخاص بإتلاف الوثائق العامة والذي يقوم بالعمل على التخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسرية بحسب معيار الإتلاف ومعايير الإتلاف بحسب الدرجة بفور أيضاً عندنا الجهاز الخاص بإتلاف الوثائق السرية الوثائق التي تحمل معلومات سرية ومعلومات حساسة جداً في جهاز آخر مختص بهذه النوعية من الوثائق والذي يعمل بالتخلص من الوثائق بدرجة بسفن بحيث يقوم بفرم هذه الوثائق لمساحات أو لقطع صغيرة بحيث أنه ما ممكن عادة تركيب هذه الوثائق وما شابه أيضاً عندنا الجهاز الخاص بالتخلص من الأوعية الأكترونية مثل في الأوعية الصلبة أو الأشرطة الصلبة كالهاردسك وعندنا أيضاً الجهاز المتعلق بالتخلص من الوثائق والأوعية المارنة والمضغوطة والأشرطة الفيديو والأشرطة الصمعية وما شابه وفيه عندنا أيضاً الجهاز يحتوي هذا المعمل على جهاز خاص بأجهزة الاتصالات التخلص من أجهزة الاتصالات والطيف الترددي ورقمي لحساسية المعلومات التي تحتويها هذه الأجهزة يعني تقنيات حديثة جداً مستخدمة في هذا المعمل أسد حمد عوضاً عن إطلاف الوثائق ماذا سيقدم أجضاً هذا المعمل من أعمال إضافية؟ نعم مثل ما ذكرت أن المعمل الهدف الأسمى منه هي مسألة التخلص من الوثائق بطريقة أمنة وسرية وبطبيعة الحال لما نتكلم عن التخلص من الوثائق فأنا سنتتخلص من المعلومات لما نتكلم عن هذه المعلومات ونتكلم عن هذه الوثائق لما يصل أجلها القانوني لمرحلة الإطلاف هذا ما معناته أنه بإمكان الآخرين يطلعوا على هذه الملفات وهذه الوثائق التي احتويها على معلومات وبيانات حساسة لذلك دائبة الهيئة ومنذ إنشاءها في سنة 2007 على تنظيم وإشراف وإدارة قطاع الوثائق بكافة جوانبها حيث قامت الهيئة منذ عام 2007 بإرسال نظام عصري لإدارة الوثائق ومحفوظات لكل جهة حكومية خاض على هذا القانون من خلال هذا النظام يحدد أنواع الملفات والوثائق الموجودة على مستوى هذه الجهة الحكومية ويحدد قيمة هذه الملفات فبفضل هذا النظام أو هذا الدليل يساعد الجهة المعنية على معرفة نوعية الملفات التي ستتلف بعد فترة انتهاء الأعمال الخاصة فيها ويساعد هذه الجهات في معرفة الملفات التي ستحفظ كحفظ دائم بالنسبة للدولة الدولة باعتبارها تشكل ذاكرة وقيمة وطنية للدولة لذلك من خلال هذا المعمل ومن خلال الإجراءات التي قامت فيها الهيئة لا يمكن لأي جهة حكومية خاض على هذا القانون تقدم على مسألة تتلف أي وثائق أو أي وثيقة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة فمن خلال هذا النظام ومن خلال هذا الدليل هو الذي يحدد ما نوعية الوثائق التي تتلف وما نوعية الوثائق التي تحفظ بالضبط هناك في قيمة معينة لهذه الوثائق فيها القيمة المعنوية فيها القيمة المادية سواء وثائق تتعلق بجانب السياسة وثائق تتعلق بجانب الاقتصاد بجانب المجتمعي وثائق تتعلق بالأفراد نفسهم فكل هذه الوثائق تم تحديد لها مدة معينة أو مصير معين بعد ذلك تقول إما للإطلاف أو الحق في جانب الإطلاف لما يحين موعد إطلاف هذه الوثائق تقوم الجهة بمخاطبة الهيئة من خلال استمارة معدة في هذا الغرض هذه الاستمارة موضح فيها التفاصيل الوثائق والملفات المراد إطلافها ليقوم بعد ذلك المختصون في الهيئة بدراسة هذه الملفات والوثائق ومطابقتها مع القانون أو النظام المعد لكل جهة الذي تم على ضوء تحديد نوعية الملفات المراد إطلافها بعد ذلك في نوعية حاويات معينة هذه الحاويات مصنعة وفق أفضل الممارسات في مسألة الأمن والسلامة ترسل للجهة المراد إطلاف وثائقها تضع الجهة الملفات والوثائق في الصناديق هذه أو الحاويات هذه ولا يمكن بعد ذلك الاطلاع عليها حتى من قبل موظفي الهيئة فيتم إرسال هذه الحاويات مباشرة إلى معمل إطلاف ومن ثم يتم تفريغ هذه الحاويات في الجهاز مباشرة ليتم التخلص من هذه الوثائق من دون الاطلاع عليها من قبل لآخر فعالية أكبر فيه نقول عملية جديدة لإطلاف الوثائق لو نقارن ما بين العملية كنتم أيضا تعتمدون عليها في الإطلاف ما بين العملية التي جاءت بعد افتتاح هذا المعمل في السابق وحتى قبل القانون الوثائق محفوظات كانت هناك في عدة ممارسات اكتهادية في مسألة التخلص من الوثائق منها مسألة الردم ومنها مسألة حرق الوثائق فجاء المرسوم السلطاني رقم 60 على 2007 نظم هذا الجانب وبالتالي في أحد مواد هذا القانون أشار إشارة واضحة وصريحة بمنع الحرق ومنع الردم باعتبار أن هذه الجوانب لها تأثير معين إما على مستوى البيئة أو على مستوى تسرب هذه الوثائق فبالتالي الجانب المهم والجانب الإيجابي في هذا المعمل أنه يتم التخلص من هذه الوثائق من خلال أحدث الأجهزة التي تم اقتنعها في هذا الجانب وأيضا يتم التخلص منها بطريقة آمنة وسرية من دون الاطلاع للآخرين على محتوى هذه الملفات وعلى محتوى هذه الوثائق ومن دون أيضا الإضرار بالبيئة وضمان عدم تسرب هذه الملفات والوثائق إلى الأشخاص الآخرين نبارك لكم من جديد ونبارك لأنفسنا أيضا افتتاح هذا المعمل المعمل لإطلاق الآمن للوثائق الأول من نوعي في الشرق الأوصل من ناحية أيضا استخدام التقنيات سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج من عمان حمد بن علي السعدي المدير المساعد المتابعة الفنية هيئة الوثائق المحفوظات الوطنية شكرا جزيلا لك عفوا الله يخاليك مشاهدين بعد قليل نصل بكم إلى ختام حلقة الليل برنامجكم من عمان تابعونا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة